بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب الصف الثالث الإعداد أهلا وسهلا بكم معكم مستر عمري مديان إن شاء الله نهاردة ده أول فيديو في شرح يونت تولوسن 1 اللي هو درس رقم ثلاثة في المنهج بانوان اللي هي الخصائص الفيزيائية للطيار الكهرابي في الفيديو ده إن شاء الله نتعرف إيه هو الالكتريك كورنت وإزاي بينشأ داخل الأسلاك وبعد كده بإذن الله في فيديوهات متختارية نتكلم على الفيزيكال بروبيتز زي درس مهم جدا وتأسيس بإذن الله لحاجة سنة القهروية اللي ان شاء الله تدرسوها بالتفصيل خلال اللي هي مرحلة سنوية العمل أول حاجة كده هنأخذ بتاع الإلكتريستي ده جزء يعني إن شاء الله مش يأخذ مننا وقت بس أول حاجة لازم نفهم طبيعة الإلكتريستي فهنا بيقولي الإلكتريستي is a form or type of energy ده الشكل من أشكال الطاقة طبعا هنعرفين إن احنا فيه حاجة عندنا اسمها matter وحاجة اسمها energy المatter is anything that has mass and volume أي شيء ليه قتلة وليه حجم يعني ليه مكونات وبياخد مساحة معينة الاسم معينة يبقى ده اسمه matter تمام زي اللي في منها solid and liquid and gas اللي نقدر ألمسها أشمها وهكذا تمام إنما الإلكتريستي تعرفها is the ability to do work اللي انت القدرة على بدل شغل or make a change اللي هو إحداث تغيير معين فالالكتريستي is a form of energy بتقدر تعمل تعمل معين أو اللي هو change معين فهنا بيقول لي to use to light up our houses, factories and streets تستخدم في إضاءة المنازل والمصامع والشوارع operate اللي هو تشغيل some machine such as radio, television and washing machine وبعد كده cooking food and preserve it cold اللي هو طهي الطعام مثل مايكرويف في بعض الحاجات اللي ممكن تتجاهز داخلها and preserve it cold مثل البرج او اللي هي refugator اللي هي التلاجة تمام؟ يبقى ده كلها تمثل work or change done by electric اللي هي بتعتبر electric energy او شكل من أشكال الطاقة إنما طبعا ال energy اللي هي electricity sound light دي كلها not matter مش مادة انت متقدرش تمسك اللي هي ضوء متقدرش تمسك الصوت متقدرش تمسك اللي هي الكهرباء كل دي متعتبرش اللي هي تمام؟ طيب بالنسبة ان احنا عرفنا التكتريستي دلوقتي بتعتبر energy اي نوع من ال energy ال renewable resources of energy اللي هي بتعتبر مصدر متجدد يعني ايه مصدر متجدد؟ يعني انت بتستخدمها وتتجدد في فترة زمنية قصيرة يعني مش هتقعد ملايين السنين مثلا زي اللي انت مفتاك شوية فحم او شوية بترول او اي حاجة من دي لا بس في نفس الوقت لازم برضو نحافظ عليه يبقى renewable معنى ان هي بتتجدد في وقت قصير وبتقدر تستخدمها على طول طبعا التوربينات اللي بتبقى موجودة في المحطات وبتاع الكهرباء اللي هي ال electric power station وتبعت الكهرباء وهكاس طبعا ال electric energy بتعتبر cleanest form of energy اللي هي ايه انضف او انقى اشكال الطاقة بس خليب عليك ال energy اللي هي المصنعة sensitive لان احنا عندنا solar wind energy اللي هي الطاقة الشمسية والطاقة بتاع الرياح دي natural اللي هي الطبعية انما انت بتتكلم على حاجة اللي هي يعني الصناعية الانسان هو اللي اخترع على تعملها فال electric energy من اللي هي cleanest لانها لا تلوث البيئة احنا عاوزين ندرس electric current طيار الكهربي وال properties اللي هي الخصائص بتاعته فلازم تكون الحاجة او توجد المكونات اللي هي تساهم او تساعد في انتاج اللي هو production of electric current ده فاحنا نستطيع ان نعمل حاجة اسمها electric circuit اللي هي الدائرة الكهربية تمام هنا بيقولي the simple electric circuit consists of الدائرة الكهربية البسيطة تتكون من ايه اللي هي من اربع مكونات battery اللي هي بطارية ونعرف الفرق ما بين battery وكلمة dry cell electric or connecting wires اللي هي slack التوصيل ولمب طبعا دي انديكيتور عشان تعرفني اذا كان في طائر الكهربية عادة ولا لا اساسا switch or key اللي هو المفتاح تمام طيب بالنسبة ليه battery او dry cell ان شاء الله نعرف حلال الفرق ما بينهم ما بين battery وال dry cell الباتري it's source of electric current or electricity in the electric circuit هي بتعتبر المصدر المحرك او اللي هو بتاع الطيار الكهربية داخل الدائرة الكهربية ونفهم المطادة ان شاء الله بالتفصيل ثاني خاجة الطريقة الالكتريك ويبقى الالكتريك ويبقى التركيس بطبعا الالكتريك ومع الالكتريك ووظفيتها لما اللامب انه تعتبر الالكتريك الالكتريك ربعب دايرة مفتوحة وفي مشكلة ما اولا ما محتاج ازبط بعض اجزائي دايرة عشان الطائرة تبقى ربير والسويتش اور كي تيوزد تو كلوز ان دي اوبن زي الالكتريك سير كتبع الكلام ده برضو قديم معرفين ويمكن من طب ايه الجديد بقى بالنسبة لنا في المرحلة بتاعنا دي ان احنا تعرف الرموز بتاع الاشكال دي انا دراي سيل هنلاقيها ان هي بتبقى عبارة عن بس مش متوصلين ببعض مش متوصلين ببعض طولستوان دا بيمثل بوزد بول والشورتستوان بيمثل الناجاتيب بول تمام وكذلك اللي هو هلاقي الالكتريك لامب هتاخد اللي هو الشكل ده واوقات تانية هيبقى لها رمزة تانية مختلفة بسيطا انما اللي هو الالكتريك كي او السويتش هو عبارة عن خطين لما يكون مفتوح نعمل خط كده ونسيف ده كده لما يكون اللي هو مغلق ان انا بعمل ده كده وده خط كده بس مطلعش فوق يبقى لها مسين بعض يبقى ده اللي هي اوبن ده اللي هي مغلقة تمام طيب دلوقتي عارفنا دي رموز بتاع الحاجات دي فهنا بيقولي اه في الالكتريك اه اه نوتز اللي هم هنا نسيب اللي هو يعني واحد طويل واحد قصير الخلية القهربية زي ما احنا شايفين اه او حد يوصلهم ببعض اما بيتوصله بقونكتينج وايرز تمام طويل بمثل قطب النوجة اللي هو القطب الثاني طب ايه الفرق بقى بين الباتاري والالكتريك سيل هنا بيقولي يعني انت لما تسمع كلمة بطارية تعرف ان هي جواها اللي هو كازا اللي هو كازا حجر من اللي احنا بنستخدمه ده بس خلي بالكم بقى هم مرسومين ازاي مفيش خط طويل بخط قصير مبقى بينهم وبين بعض يعني مثلا ادي اللي هي الالكتريك سيل الاولى تمام ودي الالكتريك سيل التانية ودي الالكتريك سيل الثالثة لما تيجي توصلهم ببعض ما تعملش اللي هو كده لا ده غلط كده خلط انت بتوصل اللي هو الاتنون اللي جنبه بعض كده اه دي متصله بدي ودي متصله بدي اه اه ناشي يبقى ده القد الفوصدب بتاع الباتريك اكل وده اللي هو النجاتب وده اللي هي جواها التمام دي معلومة جديدة ومهمة بالنسبة تمام طيب بالنسبة للالكتريك كارنت او الطيار الكهربي اللي احنا برضه لحد اللحظه دي ما عرفناهش هو بينشأ ازاي اه احنا عرفناه هو المنشأ بتاعه او السورس اللي هو الباتريك طيب برضه ازاي طيب من الباتريك ده هنعرفه ان شاء الله ماشي بيقول ازاي الكتريك كارنت فلو سروق زا قلوز دي الكتريك سيركيت يعني لازم تكون الاجزاء بتاع الالكتريك سيركيت اللي احنا لسه نخلصينها دي كلها متصلة ببعضها تمام يعني لازم المفتاح ده اللي هو على سبيل المثال هنا يتقفل في الطيار الكهربي انه هو يمشي كده تمام انما لو المفتاح ده يبقى ما فيش بعد ما خلصنا اول حاجة وبعد كده اتكلمنا على بتاعها نبدأ ندخل نتكلم على وهنعرف ازاي ان الطيار الكهربية بينشأ داخل الدايرة الكهربية او ازاي النواب يتحرك خلال اللي هي تمام فعشان نفهم لازم نتكلم على اللي هو التركيب الزري اللي احنا خدناها فيه طبعا هنحتاجه لقدنا احنا نعرف ان الالكترونز او اللي هي الالكترونات اللي هي كانت ليها علاقة وثيقة جدا بموضوع الالكترونز او قدنا انه هم افعة حول اللي هي السبع الالكترونز او او الالكترونز او كدللوقتي عاوزوين نعرف السبع التارج بتاع الـ نيوكلياس خدت شحنة البروتون فقط فتبقى كما كان نيوكلياس كما كان شحنتها ايه؟ شحنتها وبكده نيوكلياس بتبدا المؤثرة على الالكترونز بي اللي هي اللي هي قوة التجاذب كبيرة جدا تمام؟ او متفوتة من اتم للتانية والتغلب بتاع الالكترونز على الالكترونز بان الالكترونز بيكون خفيفة جدا وان هي بتدور اللي هي عشان النيوكلياس ما تشدهاش نحايتها تمام؟ لكن ان شاء الله احنا بنرسق الالكترونز دلوقتي هنعرف ان في بعض الالكترونز بتكون تأثير الالكترونز بتاع الالكترونز عليها ضعيفة وده اللي بيساعد في حالة وجود حاجات زؤانية تتحرك خلال اللي هي الواير او السلم المهم نروح لي التشارج بتاع القاتم على بعضها نلاقيها الالكترونز عاملة زي البارتكول للثمان نيوترونز طيب لي؟ هقول لك ناخد مثال عندنا اللي هو السوديوم هنعمل له الالكترونيك كونفيجوريشن هتلاقي هنا في 11 بروتونز وتطرح دي اللي هي ماينس دي تطلع اللي هو 12 نيوترونز وتوزع الالكترونز في الثلاث مستويات كل ام هتبقى 281 دلوقتي لما نقارن ما بين المستويات الالكترونز والالكترونز طبعا فنعرفين ان المستوي ده اساسا بيبقى اللي هو يعني واخد شكل دائري لكن احنا طبعا بنرسم اللي هو جزء بسيط منه اللي هو على هيئة كده بحيث طبعا من الرسمه مبصش مننا المهم لما نقارن عدد ده تلاقي 11 الالكترون وهم هم 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 قد الالكترونز يبقى كده الشحنات البوزيتيف قد الالكترونز فيخلي الاتوم على بعضاتهم وفتبقى الاجابة بكوز الـ نوكليوس ويلكترونز بالنسبة للنيوكليوس ايه هو الوصف بتاعها ده اللوب او اللي هو المركز بتاع الزرة ككل تمام؟ بالنسبة للتشارج قال لي إتس بوزيتيف لتشارج ليه؟ لان قواها 2 بارتقلز واحد بوزيتيف وواحد نيوترال كأن شحنته مش موجودة بكوز إتقون تين بوزيتيف لبروتونز انزي ار بوزيتيف لتشارج والنيوترونز انزي ار الكتريك لنيوترال او انتشارج اللي هي بتبقى بوزيتيف فكأنها انتشارج فبناء عليه النيوكليوس بتكتسب اللي هي الالتشارج بتاع البروتونز فقط هنا الالكترونز they orbit or revolve around the nucleus at very high speed عشان تعمل overcoming او انها تتغلب على attraction force او على الاقل ان هي ما تتجنزبش بواسطة اللي هي النيوكليوس تمام؟ they are negatively charged particle بيقول لي the atom الاتوم بقى على بعضها is electrically neutral at its ordinary state ليه؟ all the number of negative electrons which revolve around the nucleus is equal to العدد بتاع الالكترونز equal to the number of positive protons that are found inside the nucleus اللي هي شحنتها positive وبناء عليه بيخلي شحنة الاتوم ككل neutral لا هي positive ولا هي negative دلوقتي نتكلم على rotation of electrons around the nucleus and electric current ايه هلاقة دوران الالكترونز حوالين اللي هي النواة nucleus وبالطياري القراربي بنخش على تعريف مهم جدا اللي هو تعريف electric current اولا هنفهم الاربع نوع الضول بعد كده نرجع لتعريف electric current اول حاجة بيقول لي the electron orbit or revolve around the nucleus at very high speed زي ما عرفنا من شوية طب ليه بتدور بسرعة اللي due to the attraction force between the positive nucleus اللي هي بروتونز على وجه التحديد and negative electron خليها positive nucleus and negative electron تمام فهي قلنا هي بتدور بسرعة كبيرة عشان تتغلب او توازن اللي هي the attraction force فما تنصحبش نحية اللي هي the nucleus اللي هي واخد شحنة positive due to the attraction force between the positive nucleus and negative electron والفاية اللي هي the attraction force ان ما تسمحش للالكترون ان هي تهرب تمام يعني ان هي تسيب الاتوم وتهرب اوكي تمام طب هنا بيقول لي but when this attraction force become weak يعني من قوة التجاذب اللي بتقوم بها the nucleus وبتأثر بها على revolving electron يحصل لها weakness ان هي تبقى ضعيفة or vanish اللي هي تنتهي اللي يحصل اللي the electron will leave the alum and become free الالكترونيات هتسيب الاتوم وبعد كده تهرب وتبقى حر تمام زي برضو نظام المجموعة الشمسية ان الشمس دائما بتبقى مؤثره بقوة الجاذبية على planets اللي بتطور حواليه ولو حصل vanishing او weakness طبعا الكوكب او اللي هو البلانيت هيخرج عن الوربت بتاعه واحيانا او في الحالة دي هيحصل اللي هو انهيار للسولار بس هنا هنستفيد احنا بقى من اللي هو الهروب بتاع الالكترونيات اللي هي بقت فري بسبب ان الاتراكشن فورس اللي ما بينها وبين النيوكليوس بقت ويك او حصل اللي هو انها اختفت او تلاشت تمام اللي استفاده بقى ان هو بيقوله upon this idea بناءا على هذه الفكرة electric wires اسلاك الكهرباء are made of materials بتصنع من مود او خمات that characterized by the presence of weak attraction force بتتميز بقود قوة تجازه ضعيفة between the nucleus and the electric يعني تكون القوة التجازه بين النيوكليوس والالكترون دي ضعيفة لماذا؟ لان لما اجي اعمل connecting wires ايه تقول electric source ازي dry cell او battery اللي بيحصل اللي بينطب عندك حاجة اسمها electro motive force قوة دفع كهربية القوة الدفع الكهربية دي اللي احنا ناخد عنها نتكلم عنها EMF دي وتبقى جوة battery او اللي هي dry cell طبعا هي شوية تفاعلات بتحصل داخل dry cell نفسها فبناءا عليها بتطلع force الفرص دي تبتأ تزوء الالكترونات دي طب هي الالكترونز دي جات منين اصلا طبعا يا شباب احنا عارفين من شوية لما اخدنا الالكتريك سيركيت انه بيبقى فيه حاجة اسمها connecting wires او اللي هي كتسمها ايه electric wires فانت عندك المادة بتاع السلك وليكن السلك ده مصنوعه من مادة cover فاحنا بنبقى عارفين ان التأثير النيوكليوس على الالكترونز اللي بتدور حواليه ضعيف تماما فهنا بقى فيه السلك ده فيه الكترونات قوة التجاذب اللي عليها weak اللي هي ضعيفة فالامف او الالكتروموتف فورس اللي طلعه من اللي هو dry cell او الباتري تبدأ تأثر على الالكترونز دي وتبدأ تعمل لها flowing اللي هو وصريان تماما فبنان عليه بينشاء اللي هو الالكترونز فهنا بيقول لما الالكترونز اللي بيحصل قال لي الالكترونز او بمبت بمبت يعني بتحصل لها ضخ او ان هي بتضحرر and move in wire generating الالكترونز فتروح عملالي حاجة اسمها اللي هو الطيار القهربي فهنا بيقول لي the flow of free electrons through a cross section of conductor كم الكوندكتور يعني موصل والموصل معناه اللي هي قطعة من سلك مصنوعه من مادة معينة زي ما قلنا اغلبها بتكون القبر او الالمونية تمام لما بنيجي انشو او تحرك الالكترونز جوه السلك بيبدأ ينشأ طيار القهربي خلاص طب لو الامف دي خلصت او اللي هو انتهت فبقنا عليه ما بيبقاش في الالكترونز فبقنا عليه ما بيبقاش في فهنا نقدر نعرف الالكترونز طبعا الالكترونز هي الحاجة الوحيدة اللي تقدر تتحرك لان البروتونز و النيوترونز صعب انها تتحرك من داخل النيوكليز طيب الالكترونز اللي هي متمثلة في الالكترونز دي هتمشي فين قال لي ان كوندكتنج ماتيريال مادة موصلة طبعا احنا عارفين في مواد بتسمع للالكترونز اللي بتتحرك فيها وفي مواد تانية لأ هتبقى غير موصلة اللي قمنا عليها الالكترونز فالكوندكتنج ماتيريال دي قال لي ازم متل واير كسلك معدني فهنا ينشأ عندي اللي هو طيار قهربي هنا في سؤال جيفريزون بيقول لي المتلسل بقى نيوكليز ليه الألكترونز بتفضل تدور حواليا النيوكليز وميش بتسبها يعني فسبب قوة التجازب ما بين اللي هو النواة المجابة واللي هي الألكترونيات الساة اللي هو اختفت قوة التجازب يعني اختفت قوت التجاثب ما بين النيوكلياس والالكترونيات في المستقل الأخير قال لي هتتترك الزرة وتصبح حرة لو اللي هي الالكترونيات تحركت في اتجاه معين داخل الدايرة القربية يبقى الزرة وتحركت في طيار قربية ينشأ داخل الدايرة تعالوا مناخد بعض الاسئلة أول سؤال طبعا التجذب في الالكترونيات تحركت في المستقل الأسفل ملتكومة مغودة طبعا اللي هي الشراء تمام طبعاً اللي هي الإلكترسيتي أو الإلكترسيتي المصدر بتاع الطيار القهربي أو اللي بيطلع فرصة بتساعد في تكون الطيار القهربي هي طبعاً الباتري أو اللي بيطلع إلكترسيتي صغير طبعاً هذه متمثلة في الـ إلكترسيتي أو الإلكترسيتي التي هي تصغير التوصيل الأفضل أفضل أفضل جيداً إنما تصغير أفضل جيداً توجد مستوى الـ طبعاً اللي هي الباتري The current flows through the circuit only when it is closed لما تبقى مقفولة طبعاً لما يبقى كل الأجزاء بتاعها مقتصرة ببعض The nucleus is not charged طبعاً positive charge As it contains space And they are positively charged particles اللي هي فيها البروتون اللي هي بمثال positive charged particles And space that And they are neutral particles اللي هي neutrons تمام The atom is not at its normal state طبعاً اللي هي electrically neutral اللي هي متعدلة كهربية يعني positive ADN As the number of protons inside the nucleus of the atom Is equal to the number of electrons that revolve around that The electric current is the flow of electric negative charges اللي هي الشحنات كهربية السالبة اللي هي electrons in conducting material بقى الأسئلة عادية خلص عندي هنا مثلاً What is the function of battery address طبعاً The source of electric current in the electric circuit وهكذا عمتاً دي كانت مقدمة بسيطة أتمنى إن شاء الله قلنا استفادتم منها وبإذن الله هنبدأ المرة الجاية في شرح اللي هو Physical properties of electric current وهنتكلم عن current intensity وإن شاء الله نحل مسائل على كل حاجة أول بأول ونفهمها ونعرف كل الأفكار اللي فيها بإذن الله أتمنى أن تكونوا استفادتم من الفيديو وأتمنى أن أضغط أصدقائكم في شركة الكناة لإستفادة من محتوائها وأخيراً ونقل على أسئلكم تعالي والدي والجميعات المسلمين والرحمة الله شكراً لكم كان معكم السلام عليكم السلام عليكم ونحن الله وبركاته